اشتركوا في القناة بين الاهلين النادي الاهلي في صالة الامير عبدالله الفيصل في مواجهة البنك الاهلي ضمن المجموعة الاولى للمنافسة على اللقب المجموعة الاولى اللي بتضم الاهلي والزمالك والاسموحة والسبورتينج وطلائع الجيش والبنك الاهلي كل هذه الاندية وكل هذه الاسماء تتنافس على اللقب انطلقت صافرة بداية اللقاء مشاهدينها الكرام النادي الاهلي بزي التقليدي تي شيرت الأحمر والشورت الأبيض ونادي البنك الأهلي بالتي شيرت الأصفر أو الأورنج والشورت الأسود نادي الأهلي سريعا كده هنقول لحضراتكم تشكيله في حراسة المرمى حميد وفي مركز صانع الألعاب بيلعب مصطفى خليل وعلى شماله أسامة الجزيري اللي بيصوب تصويبة بيحاول يباغد بيها أحمد محمد حسن حارس مرمى نادي البنك الأهلي لكن بيتصدلها ومتابعة من الدفاع البنك وبيلم كورته ورايح بيستكشف ويتحسس أولى خطواته وأولى هجماته في لقاء اليوم اللي بيحاول أنه هو طبعا مفيش وقت للاستكشاف وبيلعب على المرمى من أول هجمة تقم التحكيم مشاهدينا الكرام كابتن محمد لطفي والكابتن محمد أبو حشيشة لحكام الملعب ومسجل كابتن أحمد متحت وميقاتي كابتن محمد عماد ومراقب المباراة كابتن حسين توفيق تصويبة تاني عن طريق مين عن طريق 17 ومعاها أول أهداف اللقاء عمر مجدي صانع الألعاب والعقل المفكر لنادي البنك الأهلي عشان يتقدم البنك الأهلي واحد مقابل لاشي للنادي الأهلي مصطفى خليل وعلى يمينه محسن رمضان وعلى شماله أسامة جزيري وفي الجناح الشمال أحمد إشام سيسا وفي الجناح اليمين عمر خالد رقم 98 الجزيري اخترق وتوغل وصوب وحصل على الرمية الجزائية الأولى في هذا اللقاء رمية 7 أمطار مشاهدين أهل كرام بفنت خداع جميل شمال يمين شمال يعد ويخترق ما بين 2 و 3 المدافعين ويصوب يتصدى أحمد حسن حارس مرمى البنك الأهلي لكن كان فيه إعاقة من الدفاع وصفارة من الكابتن محمد لطفي معلنا ومحتسبا رمية جزائية الجزيري في مواجهة محمد سامي حارس المرمى اللي نزل دلوقتي يتصدى للرمية الجزائية لكن ما نجحش وتفوق الجزيري وأحرز أول أهداف النادي الأهلي مشاهدين أهل كرام وإحنا بنلعب فيه الديئة 3 من زمن واحداز الشهوط الأول واحد واحد البنك الأهلي في نص الملعب عمر مجدي كصانع ألعاب على شماله أحمد كمال وعلى يمينه 39 يوسف ويقطع سيسة أحمد هشام ورايح بالكورة انفراد لوحده خالص ويوسع لنفسه ويعمل ارتقاع عالي وخداعه وهو في الهوى كده الحارس المرمى بإيده ويصوب ويحرز الهدف التاني تاني أهداف النادي الأهلي في هذا اللقاء عشان يتقدم النادي الأهلي مع الدقيقة الرابعة من زمن وأحداث الشهوط الأول مشاهدين الكرام قلنا لحضراتكم ان الفريقين بيتنفسوا ضم لقاءات ومنافسات المجموعة الأولى اللي ضمت بتضم ستة أندية اللي قلنا لحضراتكم عليها وكل هذه الأندية تسعى إلى الوصول إلى اللقب وتطمح إلى الوصول إلى اللقب لكن طبعا بيتقدمهم نادي الزمالك والنادي الأهلي كهم الفريقين هذه إشارة اللعب السلبي من الكابتن أبو حشيش والكابتن محمد لطفي كرة على الدائرة وحمايد آفل تماما آفل حمايد وتصدى لتصويب تلاعب الدائرة وبيستحق حمايد تشجيع وتحية زملائه وتحية عبد الرحمن طاها من خارج الخطوط حارس المرمة للنادي الأهلي أيضا مصطفى خليل في نص الملعب على شماله الجزيري وعلى يمينه محسن رمضان وفي الجناح اليمين عمر خالد وفي الجناح الشمال أحمد يشام سيسا والجزيري تاني اخترق تاني وتوغل تاني واستغل تحركات أحمد عدل من على الدائرة اللي قطع وفضله نص الملعب بأن المدافع تحرك معاه وعلى طول الجزيري ما بيتواناش وما بيستناش وبيحرز معها تالت أهداف النادي الأهلي في هذا اللقاء تلاتة الأهلي واحد البنك الأهلي دي أستة مشاهدين أهل كرام تاني أحمد كمال وكرة بيحاول ينزلها رقم سبعتاشر عمر مجدي صانع الألعاب على الدائرة لللعب رقم ستة محمد زين العبدين لكن دفاع قوي من الصخرة الدفاعية والسد العالي لمنطقة نص الملعب إبراهيم المصري ليه النادي الأهلي إشارة اللعب السلبي وتقع الكرة تاني من إيد كمال ويلماها تاني وبيحاول يخترق ويخترق ويصوب ويحصل على الرمية الجزائية قلنا لحضراتكو تشكيل الفريتين وبرضو من خارج الخطوط هنقول لحضراتكو على التشكيل لجهاز كلا الجهازين الفني والإداري لكلا الناديين كابتن طارق محروس مدير فني بعد الرمية الجزائية هنكمل لحضراتكو الرمية الجزائية في مواجهة حميد وبيصوب عمر مجدي ويحرز تاني الأهداف لنادي البنك الأهلي تلاتة الأهلي اتنين البنك الأهلي قلنا لحضراتكو تشكيل النادي الأهلي كابتن طارق محروس مدير فني وكابتن أشرف عواض مدرب عام وأيضا الكابتن محمد نجيب كأخصائي أو الطبيب الفريق وعلاج طبيعي وإداري محمد أبو زيد أما نادي البنك الأهلي فيتكون جهازه الفني من الكابتن عمر الجيوشي مدير فني والكابتن عمر أوزي مدرب عام كرة تاني توصل لمحصر رمضان تقع من إدوي لماها الدفاع البنك الأهلي وحاول يروع من المرتدة لكن وقعت الكرة وحصل ارتباك كده وعلى طول ارتداد سريع دفاعي من النادي الأهلي على مهله البنك الأهلي عمر مجدي لكمال لمجدي ليوسف لمحمد زين العبدين لعمر مجدي تصويبة وحاقط صد بلوك جميل من إبراهيم المصري وتطلع الكرة رمية جانب لصالح نادي البنك الأهلي حقيقة فيه غيابات بيتعرض لها كلا الفريقين يمكن النادي الأهلي أكتر شوية الغيابات عندنا غيابات مؤثرة يمكن طبعا عندنا حارس المرمة للنادي الأهلي والمنتخبنا القومي محمد عصام الطيار بعد الكرة دي اللي وصلت من محسن رمضان لأسامة الجزيري لأحمد هشام سيسا في الجناح الشمال دخل وعمل جمب وارتقاء عالي ووسع لنفسه الزاوية وعكس إيده وحط الكرة في الزاوية الديقة تاني بعد محرك حارس المرمة من المرمة أربعة الأهلي اتنين البنك الأهلي مشاهدينا الكرام قلنا لحضراتكم ان غيابات النادي الأهلي عندنا محمد عصام الطيار حارس مرمة النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني اللي سفر لخط تجربة رحلة احتراف كده في الدوري الألماني ضمن صفوف فيلسبرج الألماني وتصويب قوية وتصدي ومتابعة هايل من حميد نجم أيضا حراسة المرمة في النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني والحاصل على الميدالية الذهبية وبطولة العالم ضمن منتخب الناشئين محاولة للاختراق وكان بيطالب برمية جزائية نتيجة الإعاقة من داخل منتجة الستة متر لكن تقم التحكيمة على طول كابتن أبو حشيشة أو كابتن لطفي بيقول له لأ كان فيها خطوة زيادة وتحسبت له رمية حرة وفاوة توصل للجناح اليمين اللي دخل ووسع لنفسه مين رقم ستة وتسعين محمد عفيفي الجزيري اللي رايح واخترق وحاول لكن دفاع وارتداد دفاعي قوي من رقم ستة وتسعين اللي لسه أحرز الهدف محمد عفيفي رجع وعطل الهجمة برجولة وقوة ومنع أسامة الجزيري من التصويب ومن إحراز الهدف ويتحصل على رمية جزائية لصالح على رمية حرة عفوا المشاهدين أقل كرام لصالح النادي الأهلي محسن رمضان جيف نص الملعب وراح خليل على يمينه تغيير في المراكز كده وتغيرات والتحركات والتقطاعات للخط الخلف للنادي الأهلي محسن لخليل خليل اللي بنقوله الحمد لله على السلامة يا خليل ومنه يعمل أسست لعمر خالد في الجناح اليمين بعد مغثاب مركزه في السنتر هاف أو صنع الألعاب وراح في اتجاه الباك رايتلي النادي الأهلي وعمل تمرير أسست هايل لعمر خالد يحرز منها كاستيلو الهدف الخامس للنادي الأهلي تاني البنك الأهلي على مهله بيحاول برضو يستكشف كده لكن زي ما قلت لحضراتكم إبراهيم المصري والجزيري أفلين منطقة نص الملعب تماما حاول برضو يعمل تاني رقم 17 عمر مجدي صنع الألعاب والعقل المفكر والمحرك لهجمات البنك الأهلي لكن تمريرته ما جادش يحاول يعمل أسست زي اللي عمله مصطفى خليل لكاستيلو يحاول يعملها للجناح رقم 77 اللي هو عمر أحمد بلال ابن الكابتن أحمد بلال هيقونة طبعا كرة الياد ومنتخبنا الوطني السابق وبينجح دلوقتي نادي البنك الأهلي في إحراز الهدف الثالث مشاهدين الكرام تاني الجزيري لأحمد يشام سيسا لخليل وادفاع قوي من كمال من زين العابدين محمد اللي بيدافع في مركز ثلاثة يمكن البنك الأهلي بيلعب بتلاتة اتنين واحد مقفولة دفاعيا شايفين حضراتكو صورة هو قدام البكين في اتنين مدافعين وقفين على التسعة متر هي أقرب لتلاتة اتنين واحد مقفولة برد وقادي بعد مصوب محسن وأحرز الهدف السادس عمل رمية الإرسال سريع على نادي البنك الأهلي وبيحاول يروح ويخترق من عمق دفاعات النادي الأهلي ومن نص الملعب لكن الصخرة الدفاعية والسد العالي المنيع إبراهيم المصري بيعطل الهجمة ويمنع الكرة من الوصول إلى حميد أو الوصول إلى شباك حميد تاني تغيير في المراكز وتقطعات وهيطلع يوسف وينزل تاني بدريبلايا بعدما عمل ارتقاء عالي وينزل بدريبلايا عشان يزود الخطوات اللي يقدر يستفدها وتصويبها من مين عن طريق يوسف حسنين لكن حميد قافل تماما وقادي خليل بيعمل تمريرة برضو سحرية من نص ملعبه من على 11-12 متر من ملعب النادي الأهلي كده إلى إبراهيم المصري اللي كان بيكمل الهجمة مع زميله بعدما تقطعت الكرة أو تصوبت وتصدال حميد بعدما قافل مرمى تماما ويمنع الكرة من الوصول لشباكه تاني خليل بنلعب في الديق 14 مشاهدين أقال كرام وقادي سيسا حاول أحمد يشام أنه يعمل تمريرة سحرية خديعة كده إلى أحمد عادل على الدائرة لكن كان عادل يتحرك في الاتجاه المقابل وقادي الكرة تانية هو من أحمد عادل لخليل اللي ارتقى خليل وصوب وتصدالها أحمد حسن وعمل فاست بريك سريع لمين إلى اللاعب رقم 6 محمد زين العابدين اللي حاول حميد أنه يخرج من مرمى ويقطع التمرير الفاست بريك اللي من مرة واحدة على هجمة واحدة وموجة واحدة لكن يعني هو خاف أنه يلمس المهاجب لأن حضراتكم عارفين دلوقتي أن أي لمس المهاجب في حالة الفاست بريك من حارس المرمى على طول بيحصل على الكرت الأحمر فعشان كده سحب إيده تاني بعدما كان رايح في اتجاه الكرة وساب اللاعب يستلب محمد زين العابدين استلم كرته وحطها في المرمى الخالي ومعها الهدف الخامس لصالح نادي البنك الأهلي أحمد عادل ورمية الإرسال لأحمد يشام سيس لخليل وجيه أسامة جزيري في نص الملعب وجيه على شماله خليل وعلى يمينه محسن رمضان وفي الجناحين زي ما قلنا كاستيلو وسيسا وعلى الدائرة أحمد عادل لسه البنك الأهلي بيلعب ب3-2-1 مقفولة وقادي فيه تحركات كده للخط الأمامي للنادي الأهلي واستغلال لمهارة وميزة أحمد عادل بلعبه باليد اليسرى وإيده الشمال فبيرميله الكرة بتبقى بعيدة عن المدافع اللي مركز على الجانب اليمين وبيستلم وبيحط الكرة على يمين أحمد حسن حارس مرمى البنك الأهلي يمكن اتأخر اللقاء مشاهدين الكرام نتيجة أنه كان فيه لقاء ضمن مباريات كرة السلة فعشان كده ما ابتدناش اللقاء في نفس التوقيت اللي كان مقرر أنه يبدأ فيه وقادي خليل وارتقاء وتصويب بقى من بتوع مصطفى خليل بتوع زمان مصطفى خليل أحد اللاعبين الموهوبين أحد يعني كان كابتن فريق وكابتن منتخب مصر للشباب موليد 92 والحاصل على الميداليا الذهبية في أول أولمبياد للشباب في سنغفورة 2010 مصطفى خليل أحد القوة الضربة في النادي الأهلي اللي بنقوله الحمد لله على السلام يا خلة لسه راجع وكان يعني بيعاني كده من الأعراض اللي بنمر بيها كلنا والحمد لله رجع وسليم وقادي تصويبة ثبتة كده في القائم في العرضة ولمها حميد ويعمل فاست بريك هايل إلى كاستيلو اللي استلم الكورة وهو قبل خط الستة متر نادي البنك الأهلي وحطاها بإيده كده أشبه بالفولي على طول في المرمى محرزا الهدف التاسع تسعة الأهلي ستة البنك الأهلي بنلعب في الديئة ستة عشر منتصف الشوت الأول مشاهدينها الكرام تاني تصويبة تاني كده بيحاول نادي البنك الأهلي لكن زي ما قلت لحضراتكم لأنه هو كل اللعب حتى الآن من منتصف ملعب النادي الأهلي الدفاعي من عند مركزين تلاتة الدفاعيين من عند إبراهيم المصري وقسامة الجزيري كله رايح من نفس المنطقة وكله بيحاول يخترق من نفس المكان حتى لما بيتم التعاون مع لعب الدائرة بيتلعب مع لعب الدائرة من على منطقة نص الملعب للنادي لإشارة اللعب السلبي إشارة اللعب السلبي من الكابتن محمد أبو حشيشة والكابتن محمد لطفي تاني إشارة اللعب السلبي لسه لإيد الشمال مرفوعة هي وتصويبة وحاقط الصد البلوك المصري ونزل نعمان دلوقتي محمود نعمان برضو أحد اللعبين زي ما قلت لحضراتكم في جيل 92 تصويبة وسفارة ولسه أشارة اللعب السلبي مرفوعة من طاقم التحكيم مشاهدين أقل الكرام وبكده خلاص يبقى بتبقي تقريبا تمريرا واحدة وبيطلب إن الدفاع يرجع بعيد عن الكرة تلاتة متر عشان عايزين طبعا يعملوا حاقط الصد وهي لازم هيصوب وقادي نعمان بيطلع يعمل الفاول كده خلاص ما فيش غير هي التمريرة والتصويبة الخادعة من بين المدافعين ما بيشوفهاش حميد إلا وهي في الشبكة لأن الكرة كانت سريعة ومن بين المدافعين اللي وقفين قدامه مش شايفين الكرة تماما ويمكن كابتن طارق محروس على طول بيتكلم مع عبد الرحمن حميد وبيقوله على الكرة ووقف معها عبد الرحمن طه والبلعب متوقف مشاهدين أقال كرام في صفارة من على طولة التحكيم كابتن حسين توفيق قولنا لحضراتكم مرأي بالمباراة والكابتن محمد عماد وأحمد متحت وقادي فيه إيقاف دقتين لأنه كان فيه تغيير خاطئ إيقاف دقتين على مين على اللاعب رقم ستة لاعب الدايرة والسنتر فيرويد لنادي البنك الأهلي محمد زين العبدين كده النادي الأهلي عنده زيادة لاعب والبنك الأهلي عنده ناقص لاعب في الدفاع هل هيستغل النادي الأهلي الزيادة العددية في صفوفه هنشوف نعمان في الباكليفت للجزيري تمرير عكسية الكاستيلو لمحسن رمضان في الباكرايت نعمان لأسامة الجزيري لرمضان تصويبه من رمضان على يمين أحمد حسن في الأرض يحرص بيها الهدف العاشر عشر الأهلي سبع البنك الأهلي من صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة بالنادي الأهلي مشاهدينا الكرام بننقل لكم عبر قناتنا قناة النادي الأهلي اللي بتمتعنا الحقيقة بنقل كل الأحداث والمباريات لفرق النادي وهادي كرة تقع من إيده من إيد سبعتاشر عمر مجدي لكن بيلمها تاني وبيحاول أهو البنك الأهلي هنشوف عايز يستغل النقص العددي بالتحركات والتقطعات لكن كرة على الدائرة لللاعب رقم 28 أحمد هاني وطلع دلوقتي حارس المرمى أحمد حسن ونزل لعب عشان يبقى بيلعبه ستة أمام ستة وكده تصويبة والمرمى خالي والخطأ هيكون غالي وفعلا بيرد حميد حميد يا حميد بيتصدى للكورة وبيجبها من جوة منطقة مرمى ويلعبها في المرمى الخالي والشباك الخاوية عشان يحرز معها الهدف الحداشر الحداشر الأهلي سبعة البنك الأهلي دخلين فيه آخر عشر دقايق من الشوت الأول مشاهدين أهال كرام كده انتهت الإيقاف الدقتين اللي تحصل عليهم البنك الأهلي وتصويبه وحق صد آفل تماما ما بين إبراهيم المصري وفيصل والجزيري آفلين وآفلين وآطعين المية والهوى ونعمان نعمان يا نعمان وفين فنتاتك من زمان بيرجع محمود نعمان وبيعمل خداع ولا أروع ولا أجمل شمال يمين شمال خادعة سريعة قوية ويخترق الدفاعات ويحرز بيها الهدف للتناشر زاد الفارق إلى خمس أهدف مشاهدين أقال كرام لصالح النادي الأهلي اتناشر الأهلي سبعة البنك الأهلي غير دلوقتي البنك الأهلي طريقته الهجومية إلى أربعة اتنين هجومية بنزول اتنين لعيب دايرة الظهير الأيمن الباكرايت بينزل عشان يزيد كلعب دايرة ويلعب اتنين على الدايرة واثنين في الخط الخلفي وفي وقت مستقطع بيطلبه كابتن عمر جيوشي المدير الفني لنادي البنك الأهلي يا ترى كابتن عمر هيقول ايه ويا ترى في المعسكر الأحمر الكابتن طارق محروس هيقول ايه دا اللي هنعرفه بعد انتهاء الوقت المستقطع مشاهدين يا أهل كرام مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان من أداء كلا الفريقين في الملعب سواء كان أداء نادي البنك الأهلي في الهجمة اللي الكورة معاهم فيها هيعملوا ايه وهيقولوا ايه وأيضا النادي الأهلي بتوجهات الكابتن طارق محروس ليه فريقه هيعمل ايه دفاعيا وأيضا هجوميا دا اللي هنشوفه مع حضراتكو بعد انتهاء التايم آوت والوقت المستقطع مشاهدينا الكرام انتهى الوقت المستقطع التايم آوت اللي طلبه الكابتن عمر الجيوشي وهنستقنى في اللقاء مع حضراتكو وإحنا بنلعب في ديئة 22 من زمن وأحداث الشهوط الأول انطلقت صافرة استقناف اللقاء مشاهدينا الكرام من الكابتن محمد لطفي تاني تاني مجدي في نص الملعب يوسف لكمال تغيير في المراكز كده للخط الخلفي وإشارة اللعب السلبي وفيه إيقاف لمدة ديتين على مين على عمر خالد كاستيلو رقم 98 الوينج رايت والجناح الأيمن للنادي الأهلي نتيجة نتيجة أنه كان فيه تمريرة رايحة من الظهير الأيصر للبنك الأهلي بيحاول يوصلها للجناح لكن كاستيلو طاقم التحكيم شاف أنه حرك رجله في اتجاه الكرة فالكرة خبطت في رجله فعشان كده خدوها بمبدأ التعمد وبالتالي بيحصل على الإيقاف الدقتين طلع حميد ونزل لاشين دلوقتي هيلعب فيه الجناح اليمين وكده برضو زي ما قلنا على البنك الأهلي هنقول على النادي الأهلي أن المرمى خالي والخطأ هيكون غالي نعمان لعبد الرحمن فيصل دخل فيصل وصوب فيصل برة تلت خشبات يصد أحمد حسن ويلعب رمية المرمى على طول توصل لأحمد كمال ومنه ليه جناح رقم ستة وتسعين محمد عفيفي الرايت وينج أو الوينج رايت أو الجناح اليمين يحرز معها الهدف التامن لنادي البنك الأهلي مباراة الحقيقة فيها سرعة وفيها قوة وفيها إصرار من النادي الأهلي على أنه يعوض طبعا اللقاء الماضي اللي كان أمام سبورتينج السكندري واللي انتهى بالتعادل فيصل 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 عبد الرحمن خداع ولا أجمل ولا أروع خداع بالتصويب كده بيخدع المدافعين ثم يرتقي ويصوب ويحرز على يمين أحمد حسن الهدف التلاتاشر لصالح النادي الأهلي لسه النادي الأهلي متبقي له حوالي عشر ثواني مشاهدين الكرام على ما يستكمل صفوفه نتيجة الإيقاف الدقتين توصل الكورة إلى الجناح الشمال اللي دخل رقم 77 عمر بلال الوينج ليفت ليه نادي البنك الأهلي يحرز بيها الهدف التاسع لصالح البنك الأهلي عشان يقلل الفارق إلى أربع أهداف مشاهدين الكرام طبعا هنستكمل مع حضراتك ويعني هذه أحمد عادل أحمد عادل بالمهارة وبالقوة اللي كلها شطارة بيتغلب على على مين مين اللي حصل على الدقتين هل هو أحمد بلال عمر ولا آه هو عمر أحمد بلال اللي حصل على الإقاف الدقتين أسامة جزيري في مواجهة أحمد حسن وأسامة جزيري على يمينه برضو في الأرض يحرز الهدف الهدف الـ 14 14 الأهلي 9 البنك الأهلي نلعب في ديئة 25 ودخلين على المنحنة والمنعطف الأخير من زمن وأحداث الشوت الأول آخر خمس دقائق كرة تاني بيحاول يوصلها على الدائرة إلى زين العابدين محمد لكن ما استلمش لأن كان فيه دفاع قوي من إبراهيم المصري والصفارة من المحمدين محمد لطفي ومحمد أبو حشيشة تاقم تحكيم لقاء اليوم تاني كمال 14 الباكليفت إلى يوسف وتاني أهو توصل الكرة لمين؟ لمحمد عفيفي ومنه لعمر مجدي عمر مجدي وتحرك وتاني صفارة وإشارة اللعب السلبي عمر تصويبة حمايدة تصدى سيسا يستلم ويروح ويوسع لنفسه وياخد المدافع في ظهره ويمنعه من أنه هو يدافع عليه تماما عشان لو دافع عليه ولا لمسه هيبقى فيها عقوبة وإيقاف 15 الأهلي 9 نادي البنك الأهلي بنلعب في الديئة 26 أعزائي ومحبين ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان نزل دلوقتي يوسف حسنين في الباكليفت هو شهاب ليوسف لمجدي وحمايدة تصدى ويخش تاني يوسف طارق لكن حط الكورة بره التلت خشابات وتبقى رمية مرمى يلعبها حمايد على طول لنعمان وقادي نزل فيصل دلوقتي عبد الرحمن فيصل رقم 10 لمحسن رمضان في الباكريت لنعمان وينزل بالدريبلايا لمحسن والتصويبة وأحدى قذفات الأهداف من النادي الأهلي جو جو عن طريق محسن رمضان يحرز بيها الهدف الستاشر مشاهدين الكرام زاد الفارق تاني إلى سبع أهداف وقادي فيه عمر مجدي بيطلب أن فيه لعب خططي هيتعامل هجومي بيطلب واحد لفت بتحركاته خروج لعب الدايرة استلامه الكرة ونزوله تاني وعشرين يوسف حسنين لمجدي ليوسف وقتاني صفارة وفاول ورمية حرة لصالح نادي البنك الأهلي لعب هذين العابدين لمجدي ليوسف تصويبة حميد والتصدي عايز يلعب الفاست بريك لكن ارتداد فاعل الجناحين من نادي البنك الأهلي وقادي السست سريعة السست سريعة من نعمان إلى كاستيلو اللي حاول يرجعها له تاني في الهوى لكن الكرة كانت وطية معلتوش لكن خدته ونزلت بيه على الأرض فبالتالي بعد ما أحرز الهدف لم يحتسب لأنه كان نزل على الستة متر وراحة 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 الكرة أطاعها تاني نعمان ويعيبها الكاستيلو اللي راح انفراد لوحده تماما لكن بيتقلق أحمد حسن ويتصدى للانفراد من عمر خالد كاستيلو ويمنع الكرة من الوصول لشباكو بنلعب في آخر دقيقة ونص مشاهدين الكرام في الديقة 29 مجدي الكرة على الدائرة وإعاقة وضرب هي من إبراهيم المصري في إيد زين العابدين منعوا أنه يقدر يصوب أو يقدر يعني يخش على الكرة وهو بعد ما استلامها من مجدي فاحتسبوا على طول الرمية الجزائية رمية السبع أمتار رمية جزائية بنالتي لصالح نادي البنك الأهلي عمر مجدي في مواجهة مين في مواجهة عبد الرحمن طاها اللي نزل بقى دلوقتي وطلع حميد عبد الرحمن طاها ومجدي مجدي وطاها وينجح مجدي في إحراز الهدف العاشر نعمان هيلعب رمية الإرسال أحمد عدل على الدائرة فيصل على شمال نعمان ومحسن رمضان ومحسن رمضان على يمينه وكستيل وسيسة في الجناحين وأحمد عدل على الدائرة تغيير في المراكز كده للخط الخلفي وآدي إلى فيصل يحرز برضو بيها على طول الهدف الثمنتاشر رد النادي الآهلي بهجمة سريعة ولا أرسرع ولا أجمل ما بين نعمان وفيصل وأحرز منها الهدف الثمنتاشر عشان يحافظ على فارق السبع أهداف مشاهدينا الكرام نعمان قطع الكورة لكن وقعت وتوصل على الدائرة ويحرز بيها بين العابدين الهدف الاثناشر مشاهدينا الكرام طمنتاشر النادي الآهلي مقابل اتناشر نادي البنك الآهلي ومعها صافرت نهاية أحداث الشوت الأول أعزائي مشاهدي قناة النادي الآهلي في كل مكان فاصل قصير واستراحة وينتقل المايكروفون الآن إلى الكابتن هيسم السعيد والكابتن يحيى يوسف فالكلمة إليك كابتن هيسم نزلوا لأرض الملعب ولحظات ثواني قليلة ورمية الإرسال مع نادي البنك الأهلي زين العابدين على الدائرة وفي نص الملعب رقم سبعتاشر عمر مجدي على يمين ومختار ممدوح وعلى شمال يوسف حسنين وفي الجناحين بلال وعفيفي استعنافنا رمية الإرسال وشوط التاني مشاهدينا الكرام هل هيقدر نادي البنك الأهلي أنه يعود فارق الست أهداف ويبقى عنده الطموح والأمل في أنه يخطف نقاط اللقاء من النادي الأهلي على أرضه وسط ملعبه وجمهوره ولا النادي الأهلي يبقى له رأي تاني فعلا حقص صد توصل سريعة بلوك يلمها حميد يلعبها لراضي لعبها على الدائرة الكستيلو حاول يعملها باك هند كده بدهره في المرمى لكن كان فيه دفاع ودفع وصفار وفاول ورمية حرة للبنك الأهلي خليل على يمينه لاشين وعلى شماله فيصل تغيير وتحركات وتقطعات في الخط الخلف للنادي الأهلي جاء خليل في البكرايت وراح لاشين في نص الملعب وهيرجع تاني مركزه ويروح خليل وتغيير وكورة على الدائرة توصل لأحمد عادل لكن معاها دفع من أحمد كمال ويحصل عادل على الرمية الجزائية الأولى في الشوط التاني مشاهدين أهل كرام مين اللي هيخش الجزيري سبيشاليست الرميات الجزائية في النادي الأهلي متخصص الرميات الجزائية أسامة الجزيري نجم النادي الأهلي والمنتخب التونسي الجزيري بيصوب يتصدى محمد سامي للرمية الجزائية ويمنع الكورة من وصول خطوة زيادة كده بعدما قفل على الدفاع قفل على تمريرته للاعب الدايرة من إبراهيم المصري ويساب له السكة عشان يعمل الخطوة الزيادة وتوصل من خليل للاشين ويحرز لاشين الهدف التسعتاشر لعب البنك الأهلي رمية الإرسال مجدي في نص الملعب لمختار لمجدي لذلك العابدين يخرج من الدايرة وينزل ثاني لعشرين حسنين لبلال كل تجهيز وتحضير عشان حدم الخط الخلف يصوب تتقطع الكورة من الدفاع من الدفاع الأهلاوي يلعبها كاستيلو اللي راضي حاول يستلمها بدريبلايا لكن تعلى منه ويقطعها الارتدار الدفاعي من مختار من نادي البنك الأهلي ويمنع الهجمة المرتدة من الوصول لشباكه مختار في نص الملعب دلوقتي وعلى شماله حسنين وعلى يمينه نزل مين ميسور رقم 98 بيلعب في البكرايد دلوقتي ألي حسنين بيلعب كورة على الدايرة يلمها خليل ومنه الكستيلو استلم وراح لكن احنا في موعد وزمن محمد سامي حارس مرمى البنك الأهلي اللي تصدى لرمية جزائية وتصدى لانفرادين ومنع الكورة من الوصول لشباكه في تلات هجمات محققة للنادي الأهلي تاني خليل يقطع عمر بلال بزكاء ومنه لزين العابدين واخترق حاول خليل وفيصل انه يحصل على فاول عكسي على المهاجم لكن كان فيها صفارة ورمية جزائية لصالح البنك الأهلي مين مجدي في مواجهة حميد مجدي وحميد هنشوف حميد هينطدر المراضي ولا مجدي فعلا ينجح مجدي انه يحرز الهدف التلات عشر على يمين حميد في الأرض واحنا بنلعب في الديئة خمسة من زمن وأحداث الشوت التاني مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة النادي الآلي في كل مكان مصطفى خليل لفيصل لخليل لفيصل لخليل لفيصل لخليل تاني في نص الملعب كاستيلو طلع وتغيير مراكز بينه وبين لاشين لكاستيلو وقع كاستيلو وكان فيه تفاع من مين من اللاعب رقم خمسة وعشرين محمد جمعة رقم خمسة وعشرين وتقريبا واضح ان كان فيه اعاقة كده ايد محمد جمعة رقم خمسة وعشرين اصطدمت بوجه عمر خالد كاستيلو اللي واقع على الارض وقادي فيه تشاور كده ما بين طاقم التحكيم المحمدين لطفي وبوحشيشة هنشوف بعد ما يقوم كاستيلو قرار ايه هل الكارت الاحمر لا اكتفى بالايقاف لمدة دقتين على مين على اللاعب رقم خمسة وعشرين زي ما قلت لحضراتكم محمد جمعة كده طبعا كان فيه اعتراض من خارج الخطوط عشان العقوبة ما تتطورش الى الكارت الاحمر مصطفى خليل لشين لفيصل للجناح اليمين كاستيلو اللي دخل وصوب واحرص الهدف العشرين عمر خالد الوينج رايتلي النادي الاهلي بيوسع لنفسه واستلم التمرير العكسية واحرص بيها الهدف العشرين نزل دلوقتي مختار وطلع حارس المرمى محمد سامي وكده المرمى خالي والخطأ هيكون غالي مشاهدين هيا الكرام حسنين عمل خداع وخدع ومرر واخترق واحرص الهدف وايقاف لمدة دقتين على لشين من النادي الاهلي محمد سليمان لشين رقم خمسة وخمسين عقوبة الايقاف لمدة دقتين كده كده مائس لاعب البنك الاهلي متبقيله حوالي دقيقة وخمستاشر سانية اما النادي الاهلي فمتبقيله دقيقة وخمسين سانية دلوقتي مشاهدين الكرام طلع حميد ونزل عادل وبنلعب كده الاهلي زيادة لاعب لكن المرمى خالي فيصل اخترق فيصل وعمل خداع بالارتقاء وفي انت مروحة كده بالسلو موشن بالبطيء لكن دفاع قوي من مجدي ومنع التصويبة وحصل على الرمية الحر تجهيز لفيصل للخط الخلفي من النادي الاهلي وكورة على الديرة من خليل لعادل وتصدي من محمد سامي زي ما قلت لحضراتكو على موعد معه من ساعة تمنزل محمد سامي وتصدي لأكتر من تصويبة مؤكدة من النادي الاهلي ومنع اهداف محققة من الوصول لشباكو فارق 6 اهداف مشاهدين الكرام 20 الاهلي 14 البنك الاهلي البنك الاهلي متبقيله 10 ثواني ويكمل صفوفه اما النادي الاهلي فمتبقيله حوالي 50 ثانية تقريبا ويستأنف ودي المرمى خالي ويقطع الكورة على طول محسن رمضان رقم 5 من البنك الاهلي قطع الكورة وحطها في المرمى الخالي اللي قلت لحضراتكو ان الخطأ هيكون غالي مشاهدين الكرام 21 الاهلي 14 البنك الاهلي بكل اريحية بيحكم النادي الاهلي قبضته على اللقاء حميد والتصدي زين العابدين والمتابعة ويلم الكورة ويلم السكند بول ويحرز الهدف الخمستاشر تايم اوت وقت مستقطع بيطلبه كابتن طارق محروس يعني طبعا وعلامات عدم الرضا بين عليه وهو بيوجه لعبته في الوقت المستقطع اللي طلبه هيطلب ايه كابتن طارق منهم ده اللي هنشوفه لسه كنا بنقول لحضراتكو انه بيحكم قبضته على المباراة المباراة ونقاط اللقاء بالرغم الغيابات طبعا بيغيب كابتن وقائد النادي الاهلي اسلام حسن للإصابة نتمنى له الشفاء والعودة سريعا مع فريقه وأيضا يمكن لسه برضو مصطفى خليل وعمر حجاج راجعين من الإصابة في اللقاء الماضي يا دوبك كان أول اللقاء يشتركوا فيه في هذه المدموعة انتهى الوقت المستقطع وهنستقنف اللقاء مع حضراتكو بنلعب في الديئة تمانية مشاهدين يا الكرام راضي في الجناح الشمال وفيصل في الباك الشمال ومحسن رمضان في الباك اليمين وخليل في نص الملعب فيصل ارتقى وعمل تصويبه على عكس حركة تحرس المرمى لكن اللي سوء حظه ترتضم بالقائم الايمن لمحمد سامي وتطلع برا الملعب رمية مرمى لنادي البنك الاهلي اللي لعبها سريعا وكده كلا الفريقين كاملين مفيش اي ايقافات زين العابدين لمختار لحسنين ومنه الى بلال لمختار تحرك واشارة اللعب السلبي حمايد والتصدي هيحاول يعمل الفاست بريك محمد سامي كان بيجهز نفسه محسن رمضان لفيصل فيصل بياخد وقته وبيهدي ملعبه وبيحصل على الرمية الحرة فاول من على خط التسعة متر مصطفى خليل لرمضان لفيصل طلع محسن رمضان دلوقتي ونزل لاشين بعد انتهاء الايقاف اللي كان حصل عليه لاشين هيحاول يعدي وفعلا يعمل خداع يمين شمال يمين بقى على عدلة ايده الشمال ويتوغل ويتعمق في عمق دفاعات البنك الاهلي ويرتقي ويصوب كورة قوية لا تصد ولا ترد احدى تصويبات وتمريرات لاشين واهدافه الجو جو مشاهدين الكرام لاشين بايده الشمال بيحرز الهدف الاتنين وعشرين مشاهدين الاعزاء تاني البنك الاهلي مختار جيف نص الملعب وعلى يمينه مجدي وعلى شماله حسنين وعلى الدائرة زين العابدين تغيير في المراكز كده الخط الخلفي مجدي لحسنين للجناح حميد والتصدي خليل والمتابعة توصل لمحسن لفيصل عفوا ومنه لكستيلو عبد الرحمن فيصل بيعمل اسست الكستيلو اللي قطع له من الجناح اليمين على الدائرة في نص الملعب واستلامها ولف ودار واحرص باقتدار الهدف للنادي الاهلي رقم 23 بنلعب في الدائرة 10 مشاهدين الكرام 23 الاهلي 15 البنك الاهلي مجدي وبيطلب هو تغيير في المراكز وبعض الهجوم الخططي اللي هينفزه نادي البنك الاهلي حسنين فيصل تصويب من مختار وتصدي من حميد لخليل بيحاول يعمل المرتدة السريعة لعبد الرحمن فيصل ومنه على الدائرة لابراهيم المصري ويحط الكورة بنضاية استغل ان محمد سامي طلع في الهوى بيحاول يقفل عليه فحطهله في الارض لكن كانت اقوى من اللازم وترتضم بالارض بنضاية وتطلع من فوق العرضة عشان تبقى رمية مرمة لصالح البنك الاهلي محمد مجدي ميسور في الباك اليمين لمجدي لحسنين لمجدي تاني لميسور لحسنين هيعدي ولا هيفوت هيشوت ولا هيصوب يخترق ويتوغل ويحصل على الرمية الجزائية يوسف حسنين رمية سبع أمطار وصفارة من طاقم التحكيم مشاهدين الكرام مجدي في مواجد حميد هل ينجح مجدي المراضي ولا حميد لا المراضي مجدي برضو بيأكد تخصصه في الرميات الجزائية وتأكيده ويصوب ويحرز الهدف الستاشر مشاهدين الكرام مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان لشين لخليل لفيصل لخليل تمريرات عرضية في الخط الخلفي وتغيير في المراكز مابين كستيلو لشين كده ناحية الرايت على الدائرة لأحمد عادل استلموا لف وحصل على الرمية الجزائية والإيقاف لمدة دقتين على مين على أحمد كمال رقم 14 أحمد عادل لا هيخش كستيلو عمر خالد في مواجهة سامي محمد وقادي كستيلو والرمية الجزائية على شمال سامي في الأرض معها الهدف الاربعة وعشرين مشاهدين الكرام لسه البنك الأهلي متبقيل دقيقة وخمسين ثانية على ما يكمل نتيجة الإيقاف الدقتين اللي حصل عليه أحمد كمال مجدي حسنين لما يصور على يمينه لمجدي تقع الكرة من إيده الامها لاشين ومنه الفصل ومن فصل لكستيلو في المرمى الخالي والخطأ هيكون غالي وقادي من على الخطة هو كابتن عمر الجيوش يعني بيقوله ليه ما إحنا نمشي الكرة ونحافظ على وقتنا ونطول في زمن الهجمة ونحافظ إن إحنا الكرة في إدينا وعندنا نقص عددي فنحاول نستغل الهجمة إن إحنا نطولها بقدر الإمكان على ما نكمل الصفوف لفريقه تلعبت تلعبت رمية الإرسال على طول للبنك الأهلي مجدي لحسنين لبلال لمجدي لزين العابدين اللي طلعوا استلم وقع على الأرض ولبوا كرته تاني كان فيها انزلاق كده وتزحلق كده على الأرض لكن قام سليم الحمد لله مجدي لحسنين هالحسنين هيخترق لكن معاه خليل منعوا تماما من الوصول لشباك حميد وحصل على فول وصفارة ورمية حرة للبنك الأهلي حسنين في الباكليفت لمجدي اخترق مجدي وصوب تصويب عكس حركته هو رايح على اليمين وحميد رايح معاه وقادي حاول الأهلي يلعب الرمية الإرسال سريعة لكن قطاعها مجدي بزكاء واقتدار حاول النادي الأهلي انه يطلب انه يبقى فيه انه هو داخل من ثلاث أمطار بعيد عن رمية الإرسال لكن في المنطقة تعتبر المحرمة من عودة الدفاع لكن طقم التحكيم كان شايف انه هو جاي من بعيد ووصل للكورة وقطعها واحرص بيها الهدف التمنتاشر ستة وعشرين الأهلي تمنتاشر البنك الأهلي فارق ثمن أهداف مشاهدينا الكرام بنلعب في ديئة 14 من زمن وأحداث الشيط التاني ضمن منافسات المجموعة الأولى للمنافسة على اللقب اللي استأنفنا الدور ده بعد فترة توقف طويلة مشاهدينا الكرام وأدي إشارة اللعب السلبي وتعدل الطريقة إلى 4-2 دفاع هجومية من البنك الأهلي بنزول حسنين على الدائرة مع اللاعب رقم تمانية وعشرين أحمد هاني اللي نازل بيلعب اللاعب دائرة دلوقتي وأدي إشارة اللعب السلبي والتصويبة والتقلق والتصدي من حميد لكن راضي حاول يعمل الفاست بريك لكن ارتداد دفاعي سريع من مجدي لعب السريعة وحاول يعمل أفاست بريك عكسي وتوصل الكرة من كاستيلو لسيف هاني فوكس اللي نزل ومنه لياسر سيف أحرص بيها ياسر باقتدار الهدف السبعة وعشرين زاد الفارق إلى تسع أهدف مشاهدينا الأعزاء البنك الأهلي تاني بيحاول جاهدا أنه يجاري النادي الأهلي لكن النادي الأهلي قافل وقادي ياسر سيف دفاع قوي على لاعب الدائرة رقم 28 أحمد هاني من نادي البنك الأهلي عطله وأعاقه خليه يصوه بالكرة وهو داخل الستة متر فعلى طول حصل على فول وصفرة وربي حرة للبنك الأهلي مجدي لميسور مجدي والتصويب نعمان والدفاع حميد والتصدي حسنين لميسور هيرتقي ميسور ويصوب ومعها صفارة وفاول ورمية حرة من على خط التسعة متر لصالح نادي البنك الأهلي مشاهدين الأعزاء مجدي تاني في نص الملعب صانع ألعاب نادي البنك الأهلي وكرة على الدائرة من أحمد هاني لكن حميد على موعد مع التقلق والإبداع ونعمان والتصدي والارتقاء وإحدى تصويبات نعمان بقى اللي بيطلع في الهواء ويثبت شوية ويحط الكرة أرضية قوية من تحت أقدام حارس المرمى محمد سامي ما يقدرش يعمل حاجة غير أن هو يجيبها من الشبكة دقيقة 17 من زمن الشغط التاني قلت لحضراتكم إن زاد الفارق ووسع أصبحنا فارق 10 أهداف دلوقتي 28 الأهلي 18 البنك الأهلي مجدي نعمان معاه ومكمل ميسور بيحضر يمكن برضو جانب من الحضور اللي بيؤذره فريق النادي الأهلي كابتن وسيد الوزير نائب رئيس مجلس الإدارة كابتن العبري فاروق وأيضا الكابتن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي وقادي كورة سريعة فاست بريك هجمة سلسية كده من لاشين من فوكس اللاشين ومن لاشين لمحسن رمضان في الجناح اليمين يحرص بيها الهدف التسعة وعشرين طلع سامي دلوقتي ونزل أحمد حسن في حراسة مرمى نادي البنك الأهلي أحمد هاني بيلعب الكورة الرقم ستة وتسعين في الجناح اليمين محمد عفيف الوينج رايت لمجدي اللي جي في الباك الظهير الأيسر الباكليفت دلوقتي ونزل هاني تاني على الدائرة ميسور وتصويبة تصدي من حميد ومتابعة من أحمد هاني حاول نعمان أنه يقطع الكورة قبل ما توصل ليه هاني لكن ما نجحش لماها هاني وصوب بالرغم من تصدي حميد للتصويبة الأولى لكن الكورة السكنبول كانت من نصيب أحمد هاني وأحرص بيها الهدف التسعة تدى دلوقتي بنك الأهل يهو بيلعب بي خمسة واحد بخروج عمر أحمد بلال أو نقدر نقول تلاتة اتنين واحد وقادي كورة خلفية من فوكس الراضي خداع جميل ومهارة من سيف وراضي وتعاون وأسست ولا أجمل ولا أروع من فوكس راح على نص الملعب أشرح لحضراتكم الكورة خدها فوكس من الباك اليمين من الباك الشمال ورايح في اتجاه نص الملعب وعليعي بالكورة باك هند كده بضهره وهو وشه في الاتجاه التاني وباصس في الاتجاه ناحية الباك رايت وراضي اللي سرق المدافع وجري منه واستلم ودخل ما بين واحد واثنين وأحرص الهدف باقتدار راضي أحمد تاني مجدي لحسنين وآدي ياسر سيف ودفع وصفارة وفاول ورمية حرة لصالح البنك الأهلي ومعها كابتن عمر الجيوشي بيطلب التايم آوت الوقت المستقطع اللي طبعا غير راضي على أداء فريقه في العشر دقايق أو الربع ساعة اللي فاتت من الشوت التاني برغم أنه هو ابتدى الشوت التاني كويس وكان محمد سامي حارس المرمى البديل اللي نزل كان قاف المرمى لكن زاد الفارق بقى والتسع بعدما كان الفارق في الشوت الأول ستة أهداف تمنتاشر اتناشر أصبحت النتيجة دلوقتي تلاتين تسعتاشر يعني فارق حداشر هدف يعني احنا الشوت الأول فارق ستة أهداف بعد تلاتين دقيقة والشوت التاني بعد تسعتاشر دقيقة أو نص تقريبا بنلعب في الدقيقة عشرين الفارق خمس أهداف حتى الآن ولسه متبقى حوالي حداشر دقيقة أو عشر دقايق ونص تقريبا مشاهدين الكرام لحظات قليلة بعد نهاية الوقت المستقطع التايم اوت اللي طلبه الكابتن عمر الجيوش وهنستقنف اللقاء مع حضراتكو انتهى الوقت المستقطع وتلعبت الرمية الحرة لصالح البنك الأهلي بإشارة من الكابتن محمد لطفي ميسور لمختار لمجدي في نص الملعب تجهيز لحسنين ويرتقي حسنين لكن برّت ثلاث خشبات وكورة من حمايد لفوكس لكن فوكس لمها وقادي نعمان على الدائرة ليوسف لياسر سيف كان بيقع فصوب الكورة وهو بيقع فتصدلها أحمد حسن ومنع كورة من الوصول للشباك حمايد تصدى بلال عمل المتابعة وقعت الكورة وجات في رجله لقاطها كابتن محمد طاقم حكم اللقاء وعلى طول صفر ان الكورة جات في يعني في سن رجله ملاحظهاش إلا لو كان قريب منه وبالفعل على طول أطلق صفارته وفاول ورمية حرة نزل دلوقتي حجاج عمر في الباكليفت الليه النادي الأهلي رقم تسعين وفوكس كصانع ألعاب لاشين لحجاج ودفاع قوي من بلال تاني حجاج فوكس كصانع ألعاب لاشين على الدايرة لياسر تقع من إيده مع المدافع مين أحمد كمال وبيقول ان الكورة جات في رجله هو الأول لكن كان فيها صفارة وفاول ورمية حرة لصالح النادي الأهل إشارة اللعب السلبي لاشين لفوكس لحجاج لفوكس حجاج هيصوب وفعلا حجاج يصوب لكن برد ثلاث خشبات وتبقى رمية مرمة يلعبها على طول أحمد حسن توصل لأحمد كمال لمجدي لمختار كابتن طارق محروس بيريح أوراقه وكروتو الربحة طبعا اللي قدت في هذا اللقاء زي أحمد يشام سيسا ومصطفى خليل اللي قلنا له الحمد لله على السلام خلى ولسه راجع من الإصابة تاني بلال وأيضا إبراهيم المصري وأسامة جزيري وقادي حميد يتصدى للكور تاني من تصويبة من بلال وياخدها فوكس منه ومن فوكس إلى محسن رمضان لكن التمريرة البندية كانت مش رايحة في اتجاه محسن فبطيقة قطعها الدفاع البنك الأهلي تاني مختار جيف نص الملعب وراح مجدي عمر على يمينه في مركز الباكرايت الزهير الأيمن وأحمد كمالة هو جيف نص الملعب برضو من الباكليفت وعمل خطوات طبعا كده كان فيها خطوات زيادة لكن ما تحسبتش وقادي فوكس بيحاول يضغط على مختار ونعمان بيدافع على مين على 28 أحمد هاني لعب الدائرة ومنع أنه هو يدور ويلف ويصوب في شباك حميد إشارة اللعب السلبي مختار يصوب حميد يدى صد فاست بريك من حميد لراضي يحرس بيها راضي الهدف الواحد وثلاثين دي 24 مشاهدين أقال كرام مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وبنقرب من المنعطف والمنحنى الأخير وآخر خمس دقائق كده من الشوت التاني واللقاء اللي زي ما قلت لحضراتكم أن النادي الأهلي أحكم قبضته عليه منذ بداية اللقاء وحتى الآن نعمان ويصوب نعمان تاني برضو نفس التصويبة في نفس المكان بنفس الوضع من تحت رجل حارس المرمى يحرس بيها الهدف لتنين وثلاثين مشاهدين يا أقال كرام عشان يزيد من ألام وأوجاع نادي البنك الأهلي ويزيد من فارق الأهداف اللي وصل دلوقتي إلى تلاتاشر هدف مشاهدين الكرام نين وثلاثين الأهلي تسعتاشر البنك الأهلي بنلعب في الدقيقة خمسة وعشرين من زمن وحداث الشوت التاني مختار لحمد كمال رايح نعماء رايح مين ده فوكس لكن لسوق حظ فوكس إنه هو اتزحلق فما لا أشغل إنه هو يمسك فيه أحمد كمال وقع أحمد كمال ووقع فوكس وفاول وصفارة ورمية حرة لصالح البنك الأهلي وإيقاف دقتين على سيف هاني لاعب لعب النادي النادي الأهلي رقم 13 كده النادي الأهلي هيلعب ناقص لعب في صفوفه وهو بحالة دفاعية بيلعب بخمس لعبين والبنك الأهلي عنده زيادة عددية هنشوف هيعمل إيه على أبه 4-2 البنك الأهلي وتلعب تبريرة عكسية من مختار إلى مايسور في الجناح اليمين لوينجرايت توصل تاني لمختار هيعملها تاني لا يصوب حميد والتقلق وعلى مهله خالص حميد بيجيب كورته وبيستحق التحية وتشجيع كابتن طارق محروس من على الخطوط وطلع حميد دلوقتي ونزل لعب عشان يبقى النادي الأهلي بيهاجم بست لعبين لكن المرمى خالي والخطأ هيكون غالي ده اللي هنتبعوا مع حضراتكم في الهجمة دي هل هينجح النادي الأهلي من الوصول للشباك برضو ويزور الشباك نادي البنك الأهلي اللي المرة التلاتة وتلاتين ولا ويوقع النادي الأهلي في أخطاء هجومية وياخد الكرة ويحطها في الشباك الخالية ده اللي هنشوف مع حضراتكم سفرة وفاول ورمية حرة لعب ياسر للاشين لنعمان في نص الملعب عد نعمان وصوب وقتدار ومهارة وجسارة يحرز بيها نعمان بشطارة الهدف التلاتة وتلاتين لعب البنك الأهلي رمية الإرسال سريعة حاول مجدي أنه يخش لكن ارتداد دفاعي من ياسر سريع جدا من النادي الأهلي ومنعه من الوصول والتصويم وحصل مجدي عمر على فاول ورمية حرة لعبت على طول نزل 25 دلوقتي جمع على شماله قطعها النادي الأهلي ويلمها على طول راضي ومنه عفوا ياسر ومنه لراضي صوب راضي لكن أحمد حسن تصدى ومنع لانفراض الفاست بريك والمواجهة اللي كانت مبينه وما بين الأحمد راضي يتغلب عليه ويمنع الوصول لشباكه بنلعب خلاص في آخر 3 دقايق مشاهدينا الكرام الدقيقة 28 من زمن الشوت الثاني والمباراة 33 الأهلي 19 البنك الأهلي تصويبة ثبتة من تحت الدفاع كده قوية من عمر مجدي يحرس بيها الهدف العشرين انتهى الإقاف دقتين اللي كان حصل عليها النادي الأهلي ونزل فوكس تاني سيف هاني على شماله عمر حجاج وعلى يمينه محمد لشين سيف لعمر حجاج يرتقي عمر فوق ويطلع ويصوب لكن أحمد حسن يتصدى تروح السكن بولي لمها على طول كست بين محسن رمضان رقم خمسة اللي بيلعب دلوقتي في مركز الجناح اليمين ويصوب في الزاوية الديقة على شمال أحمد حسن الهدف الاربعة وثلاثين زي ما قلت لحضراتكم ان زاد الفارق وأحكم النادي الأهلي قبضته على المباراة وتقريبا خلاص يعني نقدر نقول مبروك ليه النادي الأهلي طبعا فارق 14 هدف نقدر نقول يعني مستحيل ان يتم المنتدى والعودة من نادي البنك الأهلي لان الوقت المتبقي لا يسمح طبعا بإحراز كل هذا الفارق لكن بيسمح دلوقتي لعمر بلال انه هو يخش ويحط في الزاوية الدايقة على يمين حميد الهدف الواحد وعشرين منتبقي حوالي دي وخمستاشر ثانية تقريبا على نهاية اللقاء وخلاص كلا الفريقين يعني بيبتدوا على مهلهم وبيجرب تاني بقى وبيرجد اللعيبة اللي رجع تاني بتبتدي وقادي مين محسن رمضان صوب تصدى أحمد حسن لكن لسوق حظ الكرة بتعبر إلى الشباك ومعها الهدف الخمسة وثلاثين خلاص بنلعب في آخر خمسين ثانية مشاهدين أقال كرام مشاهدي قناة النادي الأهلي مبروك النادي الأهلي وبالتوفيق في اللقاءات القادمة إن شاء الله في طريق المنفسة على اللقب لبطولة دوري المحترفين جمعة نص دقيقة وبعدها هيتم صافرة النهاية مجدي هيصوب على الدائرة ينزل لزين إعاقة وصفارة من كابتن محمد لطفي وكابتن أبو حشيش ومعها رمية جزائية لصالح البنك الأهلي وخلاص يمكن هيتم لعب الرمية الجزائية وهتنتهي معها أو يمكن قبل الرمية الجزائية أيضا هيبقى في صافرة نهاية أحداث الشوت التاني لكن لازم تتلعب الرمية الجزائية مشاهدين أهل كرام مجدي في مواجهة حميد يحرز الهدف لـ 22 عشان ينتهي اللقاء بفوز النادي الأهلي 35 مقابل 22 مشاهدين أهل كرام مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان مبروك للنادي الأهلي على أمل اللقاء بحضراتكم مرة أخرى في اللقاءات القادمة وكان معكم معلقكم الرياضي أهاب رجب والمايكروفون إلى الكابتن هيسم السعيد وضيفه الكريم الكابتن يحيى يوسف فتفضل كابتن هيسم